موسيقى شهدين الكرام تابعنا مع حضراتكم مراسم الاستقبار الرسمية التي أجريت للرئيس القبرصية بقصر الاتحادية حيث كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح أسيسي واستعرضها الرئيسان حرس الشرف تم عزف السلام الوطني للبلدين وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لتوضيح الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في عام 2014 وخلال السنوات الأخيرة وقعت البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية قربت الكهربائي وإقامة قط بحري بغرض نقل الغاز الطبيعي العلاقات المصرية القبرصية الاقتصادية متطورة وقوية وتتسم بالأفاق الرحبة على المستويين الاستثماري والتجاري ففي عام 2014 صدقت مصر على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لتوضيح الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين التعاون بين البلدين امتد أيضا إلى مجال الطاقة من خلال استغلال الفرص المتاحة في ضوء دور مصر المتميز على خريطة الطاقة العالمية والجهود التي تبدلها الدولة لتحول القاهرة إلى مركز إقليمي للطاقة بأعقاب اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط وفي سبتمبر عام 2018 قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع قبرص تتضمن إقامة خط بحري بغرض نقل الغاز الطبعي من قبرص إلى محطتي الإسالة المصريتين بدميات وإتكو وذلك لتسهيل إسالته في مصر ومن ثم إعادة تصديره من مصر الجانبان وقع أيضا الاتفاق الإطاري للربط الكهربائي بين مصر وقبرص في مايو 2019 وما يمثله ذلك من أهمية كبرى في الربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية وبالنسبة لحجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص فقد بلغ عام 2021 نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية و24 مليون دولار وردات وتعد صادرات المصرية من الوقود والمنتجات النفطية والمعادن الثمينة والحديد والصلب والورق والورق المقوى من أهم المنتجات المصرية المصدرة لقبرص قبل عام 2020 ويصل عدد الجالية المصرية في قبرص حوالي أربعة ألاف مواطن مصري حيث يعمل عدد كبير منهم في مجال البناء والمعمار والزراعة وفي الموانئ القبرصية العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وقبرص راسخة وأخذة في التنامي في جميع المجالات خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة